في ندوة عن تجربته العريقة التي تصل إلى خمسين عاماً ذكر رئيس تحرير صحيفة الجزيرة الأستاذ خالد المالك أو طالب بإغلاق أقسام الإعلام في الجامعات هذا الرأي خرج من أسوار نادي الرياض الأدبي حيث الندوة وأشعل مشهد الرأي والإعلام ومواقع التواصل ومن هذا الاشتعال أن طالب عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأمير الدكتور سعد آل سعود طالب المالك بالاعتذار عن تصريحه وما زالت الآراء مشتعلة حتى الآن للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلي في الاستوديو أستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبدالله العساف وسينضم إلي عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة الجزيرة الأستاذ خالد المالك دكتور حياك الله معنا في أهلا أهلا وسهلا فر حياك وحيا مشاهدي روتانا خليدي الدكتور أو الأستاذ خالد المالك يطالب بإغلاق أقسام الإعلام ما رأيك طبعا أنا أعتقد أنه قد يكون جانبه الصواب في اختيار الكلمات وهذا بالأول والأخير هو وجهة نظر وأنا أحترم وجهة النظر هذه كوجهة نظر فقط لكني لا أسلم فيها ليس حل أن تغلق في أبواب الإعلام وإقسام الإعلام من أجل أن الصحافة الورقية اليوم تمر بمرحلة الاحتضارة والموت السريري فمخرجات الإعلام اليوم ليست كلها تتوجه إلى الصحافة المطبوعة هناك الكثير من الأقسام سواء على الإذاعة والتلفزيون على الفيلم على الغرافيكس على تخصصات الإعلام الأخرى أيضا نهيك اليوم عن جميع الوزرات والمصالح والشركات في القطاعين العام والخصح والخاص حتى القطاع الثالث يوجد فيها علاقات عامة هذه العلاقات العامة بحاجة إلى مهنة التحرير والمحرر الذي يعيد صياغة الخبر ويتولى صياغة إدارة المحتوى الصحفي أو الإعلامي إلى المتحدث الإعلامي إذن أنا أعتقد أنه ليس الحل اليوم في إنقاذ الصحف الورقية في أنه تغلق أقسام الإعلام أقسام الإعلام مهمة جدا بل نحن نتمنى اليوم أنه قالتها تطور أو تتطور وهي بالفعل إذا تحدث عن ما أشاهده مثلا في جامعتي وفي كليتي أنا أشوف أنه العمل يتطور وهناك تقييم للمناهج كل تقريبا سنتين أو ثلاث سنوات وهناك الحقيقة عقد شركات استراتيجية مع عدد من الجهات لتدريب الطلاب ليتمكنوا من إدارة المحتوى والعمل باحترافية عامة هذا واحد ثانيا أنه اليوم اللي يشغل اليوم الساحة الإعلامية هم مخرجات الإعلام من يتولى اليوم الإعلام في عدد من القنوات الفضائية المحلية وغير المحلية تجدهم مخرجات أقسام الإعلام ونحن أيضا بجامعة الإمام نفتخر بأنه جزء كبير من هؤلاء هذه المخرجات التي تعمل على تشغيل وسائل الإعلام هو من طلابنا إذن اليوم هذه المطالبة أنا أعتقد أنها في غير محلها وأعتقد أنه ربما أنها قد تكون للساد خالد وجهة نظر أخرى سنستمع إليها لكني أعتقد أنه اليوم وسائل الإعلام مرة أخرى رقم ثلاثة كانت تطالب منذ فترة طويلة بل إنها لها بدراساتها وندواتها تطالب الصحف أو الصحافة المطبوعة بأنه سيأتي عليكم يوم ستعيشون في هذه اللحظة التي لا تتمنون أن تعيشوا فيها ستصلون إلى هذا النفق المظلم الذي لا تستطيعون الخروج منه كانت جريدة الجزيرة أول صحيفة سعودية عام 97 تضع لها نسخة إلكترونية على الإنترنت ومع ذلك اليوم لم تطور الصحف المطبوعة بشكل عام لم تضع لها نسخة إلكترونية والنسخة الإلكترونية أو الصحيفة الإلكترونية ليست أن أنا أضع النسخة أخرى منها للصحيفة على الإنترنت بل يجب أن يكون لها رئيس تحرير مستقل أن تكون أيضا مادتها التحريرية مختلفة إدارتها التحريرية مختلفة اليوم الصحف مطالبة في تقديري الخاص أنا مرة أخرى وطالب الصحف بأنها تندمج تدخل في مرحلة اندماج وأن تتحول لجسة صحافة خبرية اليوم أصبحت السوشيال ميديا تتفوق عليه نحظة إذا تسمح لي دكتور يعني هذه كلمة مثيرة إلى حد ما كيف تندمج؟ اليوم الصحف تعاني من قلة الدخل المادي لأنه الإعلان التجاري تقلص فيها وبالتالي بعضهم سرح عدد من الوظفين وبعضهم ليس لديها اليوم القدرة على دفع مرتبات موظفيها إذن تندمج ثلاثة أو أربعة صحف مع بعض بحيث أنها تكون صحيفة واحدة لكنها تتحول من صحافة خبرية إلى صحافة استقصائية بحيث أنها تكون صحافة تحقيقات تخرج لنا بكل يوم تحقيق صحفي مثير وقوي عن أي مشكلة تعترض عن مشكلة القبول في الجامعات عن مشكلة الطرق عن مشكلة الفساد عن أي مشكلة لكن هذا التحقيق هو أشبه بدراسة استقصائية لها أبعادها الكبيرة التي فعلا تفيد المسؤول وتفيد المواطن هل تعتقد أنه سالفة اندماج صحيفتين أو ثلاثة موجودة اليوم على الساحة ممكنة؟ طبعا لنا في السابق كان هناك اندماج في فترة لما كانت صحافة أفراد ثم تحولت إلى صحافة مؤسسات اندمجت لكن اليوم في تقدير ما أمامها لطريق الاندماج وإلا فعلا سيفوت القطر ستكون الصحيفة الأكثر ملاءة مالية هي القادرة على أنها فعلا تعيش أطول لن تنقرض الصحف الورقية بشكل كبير جدا ربما سبقى صحيفة أو صحيفتان لكنها لن تبقى بهذا الحجم وبهذا العدد اليوم رأينا تقليص عدد الصفحات ورأينا تسريح الكثير من المنظفين بل أن الكثير من الكتاب كتاب الأعمدة كانوا يقولون اليوم لنا ثلاثة أشهر لم نستلم مرتباتنا إذن هي تمر فعلا بمرحلة احتضار أو موت سريري بحاجة إلى تدخل فعلا سريع وعاجل لإعطاءها اليوم مرة أخرى أكسير الحياة أكسير الحياة هو عملية الاندماج عملية هيكلتها مرة أخرى لتصبح صحيفتين وثلاث صحف قوية وقادرة على المضي في هذه المرحلة الجديدة يعني هل رأيك في الاندماج ردا على مطالبة الأستاذ خالد المالك بإغلاق أقسام الإعلام اللي أنت أحد أساتذتها ولا لأن هذا رأي شخصي أنت تتبنى من فترة أحسنت أنا من قبل ما أسمع الحقيقة رأي الأستاذ خالد المالك وهو أستاذ كبير لنا كلنا وصديق لكن أنا قبل أن أسمع هذا الرأي هذا هو الذي يجب أن تسير عليه فعلا كنت أطالب بهذا الشيء قبل أن أسمع هذا الرأي اليوم ليس أمامها من طريق لتواصل مسيرتها المهنية والإعلامية أو رسالتها إلا أن فعلا تندمج ثلاثة صحف أربعة صحف يا أخي اليوم البنوك اندمجت مع بعض عندنا بنوك لتصبح أقوى لتصبح فعلا قادرة على المنافسة اليوم أصبح الوسائل التواصل الاجتماعي الإعلام الرقمي والإلكتروني أو الجديد تسميه ما شئت أكتسح الساحة بل أنه سحب بساطة الإعلان التجاري وهو العمود الفقري التي تغدى منه الصحف إلى الإعلان أصبح نجوم السوشال ميديا اليوم يتقاضون دخول عالية جدا مقابل الإعلان لمدة دقائق في السابق كانت تتقاضاها الصحف قبل أن أطلع الفاصل تتوقع يعني واقعا أو خيالا بنصح يوم ونشوف الجزيرة والرياض صحيفة وحدة؟ تتوقع؟ أنا أتوقع أن ربما نشوف الرياض والجزيرة وربما عكاظ اندمجوا وشكلوا صحيفة جديدة لأن لا يكفي أن تكون صحيفتين اندمجان ليس من باب الواقع وليس من باب الترف بل من باب الضرورة حتى تستمر طيب تسمح لي أخذ فاصل ونكمل حوارنا الأستاذ خالد المالك يطالب بإغلاق أقسام الإعلام في الجامعات الدكتور سعد آل سعود يطالبه بالاعتذار واليوم الدكتور عبدالله العساف يطالب بدمج الصحف الورقية مكملين بعد الفاصل حياكم الله من جديد في أهلا تحدث مع الدكتور عبدالله العساف عن تصريح الأستاذ خالد المالك بإغلاق أقسام الإعلام في الجامعات وكان الأستاذ خالد صرح بمطالبته بهذا الأمر وبإغلاق أقسام الإعلام أراحفك مجددا دكتور اليوم أقسام الإعلام في الجامعات يعني بعيدا عن تصريح الأستاذ خالد المالك هل تعاني حقا نسمع أنه كثير من المخرجات بلا توظيف أنه كثير من القوة التدريسية داخل الأقسام هي أقل مما يحتاجه سوق العمل هذا جيد أنا أعتقد بالنسبة لقضية المخرجات والوظائف وتلبية سوق العمل هذه مشكلة يعاني منها الجميع المهندسين المحاسبين القانونيين جميع مخرجات تقريبا الأقسام إذا استثناء الطب تحديدا وحتى طب الأسنان بالمناسبة يعاني من هذه المواضلة لكن اليوم بالنسبة لنا نحن في الجامعة لدينا شركات استراتيجية مع عدد من المؤسسات الإعلامية بحيث أنه يقضي الطالب الفصل الأخير في التدريب إن كان في العلاقات العامة فهو يعمل في جهاز العلاقات العامة إن كان في الصحافة فهو يتجه إلى أحد الصحف ويعمل في دسك التحرير ويعمل في الإخراج الصحفي ويعمل في المطابع ويعمل في كل مكان في كل أسبوع تقريبا ينتقل من مرحلة إلى المرحلة حتى ينتهي الفصل الدراسي لكن بما أن المسؤولية اليوم مشتركة نحن لا نبرئ أنفسنا ولا نتهم الآخرين لكن الآخرين عليهم مسؤولية اجتماعية مهمة جدا تجاه الوطن وتجاه هذه المخرجات وتجاه هؤلاء الأبناء بأنهم فعلا يتساعدون مع أقسام الإعلام طبعا اليوم لما نخرج الطالب من أي كلية يتجه إلى سوق العمل هو يأخذ المبادئ الأساسية الأولية لكن لكل منظمة ولكل مؤسسة الستايل بوك الخاص فيها لها مفاهيمها الخاصة البعض يقولوا الجميع ما تعلمته في الجامعة لما أضعه عند باب المؤسسة سأعلمك من جديد هذه المؤسسات الإعلامية أغلب المؤسسات ليش؟ لأنها منطبعة بانطباع غالبا رئيس التحرير له سياق معين له توجه معين أول مؤسسة ككل إن كان العمل مؤسسي وليس فردي منطبع بطابع شخصي لكن بكل مصداقية وحياد وأنت أستاذ الإعلام في الجامعة هل هناك قصور داخل الجامعات لأقسام الإعلام؟ أو في أقسام الإعلام؟ الإجابة هذه تتطلب أنه فعلا أنا سواء قمت بدراسة لأعلم أو اطلعت على دراسات سابقة شوفوا القصور موجود في كل مكان لا أحد كامل نحن نطمح اليوم للكمال عملية التقييم اليوم وعملية الحوكمة وعملية الزميل المقيم اليوم هذه كلها موجودة في الجامعات أعتقد تطبقها اليوم فرضت علينا الرؤية معايير كثيرة اليوم لتقييم أداء العمل سواء من خلال اليوم الطالب قبل أن يحصل على نتيجته في كل مقارر يقيم الأستاذ أولاين هذه تذهب إلى إدارة الجودة هاليوم فيها عمادة مخصصة للجودة تقيم أداء لساتذة وتقيم المناهج وتقيم المخرجات كل هذه أيضا تأخذ بالمناسبة في الاعتبار من يقل تقييمه عن مستوى معين يلفت نظره في المرحلة الأولى إن كان سعوديا وإن كان غير سعوديا ربما ينهى أقضى ويحضر أفضل منه إذن اليوم العمل يتم بالمناسبة بشكل تقييم بشكل كبير جدا الطلاب يقيمون سوق العمل يقيم اليوم سوق العمل عندما يذهب له الطالب يذهب من درسك هذه المادة من وين تخرجت من الجامعة الفلانية نعم لديها تخصص قوي في هذا المجال هذه المادة فعلا يجدون مثلا التدريس فيها بحكم وجود المعامل وبحكم وجود أساتذة جمعوا ما بين العلم الأكاديمي وما بين المهنية لا تنسى أن عدد كبير من أساتذة أقسام الإعلام هم مهنيين بالمناسبة ويعملون في مستشارين أو متعاونين مع عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية من يحمل هذا القطاع القطاع الإعلامي خصوصا القطاع الخاص عدد منهم من أساتذة الإعلام ومن حاضر الإعلام وهم أبدعوا في هذا المجال إذن اجتمعت لديهم الخبرتين المطلوبة الخبرة العملية والخبرة العملية طيب على مستوى التجديد في تخصصات الإعلام أو في أقسام وما الذي نحتاجه داخل جامعتنا اليوم أنا أعتقد اليوم يجب وأنه نرى مخرجات سوق العمل ماذا يحتاج سوق العمل مننا ماذا لدى الآخرين نحن لسنا مطالبين اليوم بصنع العجلة ماذا لدى الآخرين أين وصل الآخرين عندنا الولايات المتحدة ناجحة جدا في تدريس الإعلام ما هي هذه النجاحات ما هي أبرز المقررات ما هو التحولات التي لديهم ليس عيب أن نستنسخ هذه التجارب ونطورها ونكيفها على واقعنا السعودي اليوم نحن عندنا في الكلية تعتبر من أولى الكليات التي أنشأت في المملكة العربية السعودية فيها ستة أقسام ما بين قسم الصحافة والنشر الإلكتروني وهذه تحولت كان اسمها الصحافة تحولت للصحافة والنشر الإلكتروني الإذاعة والتلفزيون أضيف إليها الصحافة والتلفزيون والفيلم وأصبح تدرس السينما بالمناسبة والكتابة للسينما العلاقات العامة بمفاهيمها الحديثة والجديدة الاتصال التسويقي وهذا ربما نادر اليوم في السوق هذا موجود موجود اليوم نعم قسم الجرافيكس وهو أيضا من النوادر الموجودة اليوم في الأقسام وقسم الإعلام المتخصص إذن لدينا ستة أقسام متخصصة في الإعلام السياسي والاقتصادي والتنموي والبيئي إذن اليوم نحن نحاكي المخرجات ونحاكي التطور العالمي في تدريس هذا العلم طيب على مستوى الإقبال دكتور اليوم هل لدينا إقبال جيد من قبل الطلاب والطالبات على الالتحاق بأقسام الإعلام في الجامعات أنا أعتقد أنه اليوم الإقبال مخيف مخيف هذا يعني أنه كبير جدا جدا وخصوصا في مجال العلاقات العامة ربما لا تتصور أن العلاقات العامة في الكلية عندنا مثلا 50% من الطلاب يتجون للعلاقات العامة في الصحافة موجود 50% تقريبا من طلاب الكلية يتجون للعلاقات العامة طبعا ربما هم يعتقدون أنه هذا أسرع في عملية التوظيف لأن العلاقات العامة موجودة في جميع المصالح والوزارات والهيئات العامة والخاصة وال50% وال50% موزعين على بقية الأقسام لكن لا يصل بالمناسبة طالب يقول أنا فرض علي هذا التخصص لأن اليوم متطلبات دراسة الإعلام هناك سنة تحضيرية وهناك درجة يفترض أن يحصل عليها حتى يدخل كلية الإعلام طيب طيب ننتظر بس أنه يجهز اتصال لأستاذ خالد المالك طمننا عن أقسام الإذاعة والتلفزيون الحقيقة على أفضل ما حال اليوم لديها تطور بل أدخلت الفيلم أدخلت اليوم صناعة السينما والكتابة للسينما والإخراج السينماي اليوم افتتاح بالمناسبة عندنا اتجاه إلا حتى تدريسها للطالبات قسم الإذاعة في الإذاعة والتلفزيون هذا التخصص ستتجي للطالبات اليوم بالمناسبة الطالبات مبدعات في الإعلام سواء في الإجرافيكس أو في الصحافة أو في العلاقات نرى الحقيقة ونلمس مخرجاتهم ونرى إنتاجهم سواء في المناسبات التي تقيمها الجامعة أو في خارج الجامعة مشاركة حقيقة مشاركة متميزة أنا أعتقد قسم الإذاعة والتلفزيون والفيلم أعيد الحقيقة جدولة المجدية أصبح بهذا المسمى في جامعة الإمام نعم وأصبح يدرس بالمناسبة منذ معير تقريبا تزامنت مع إفرار السينما الكتابة السينما الإخراج السينما التصوير السينما كل ما يستلزم اليوم العمل السينما من قبل شباب سعوديين أصبح يتم تأهيلهم عبر هذا القسم طيب يعني هذا سؤال جايين من الكنترول يعني سؤال متخصص من مخرجنا يقول أنه كثير من الطلاب الذين يتخرجون من الجامعات في الأمور الفنية اللي لها علاقة بالإعلام يعاب عليهم أو يؤخذ عليهم أنهما يجيدونها بالإتقان اللي توقعنا من رجل تخرج من صرح أكاديمي أنا أؤيد هذا الكلام لأنه يأخذ المبادئ الأولية هذا أولا ثم أن التجهيزات الموجودة سواء للستوديوهات مع أنه عندنا استوديو متطور جدا ومكلف الحقيقة مبالغ كبيرة جدا لا يمكن مثل مؤسسة استوديو داخل الجامعة داخل الجامعة ويدربون عليه كاميرامان كاميرامان المنتاج الإخراج كتابة السيناريو كلها مرحلة بمرحلة كل طالب لديه مشروع تخرج هو الذي يعده من الألف إلى الياء يحمل الكاميرا ويصور ويمنتج ويخرج هو الذي يحول هذا النص المكتوب إلى نص متحرك هذا واحد ثانيا المؤسسات هذه مؤسسات محترفة لا يمكن أن تقارن طالب لسه متخرج يمسك أطراف العلم بمؤسسة محترفة لديها مصطلحاتها ولديها أساليبها ولديها تقنيتها الخاصة أستأذنك أني أخذ اتصال لأستاذ خالد المالك إذا تسمح لي الأستاذ خالد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة معنا على الهاتف أستاذ خالد حياك الله معنا في أهلا وشكرا لتجوك مع دعوة البرنامج أهلا وسهلا حياك الله ومرحبا وشكرا لك أستاذ خالد تصريحك أثار ما أثار حتى اليوم حول المطالبة بإغلاق أقسام الجامعات أولا هل التصريح كما خرج للصحافة فعلا أنك طالبت نصا بإغلاق أقسام الإعلام في الجامعات يا سيدي أنا ربطت إغلاق أقسام الإعلام بالوضع العام في الإعلام في المملكة العربية السعودية مواسات الإعلام الصحف الآن تعاني وذكرتها وأشرت إلى أنه طالما أن الصحف تعاني وتسرح حاليا بعض صحفيها والوزارة الإعلام وهيئاتها المختلفة لا تستطيع أن تستوعب أي إعداد مع تضخم العدد الصحفيين والإعلاميين الموجودين فيها لذلك أنا أطالب بعملية أن يعاد النظر في هذه الأقسام من حيث المحتوى من حيث الأقسام الموجودة فيها من حيث التقصات وبالتالي نستطيع من خلالها أن نقع على هذه الأقسام متى ما كان هناك حاجة لها لذلك الجميع أخذ الموضوع من زاوية في أنه لا خيار للمؤسسات الصحفية إلا من خلال وجود وكان هي المنقذ أقسام العلام في الجامعات أنا أشير الآن إلى أن أقسام الإعلام تحتاج إلى تطويرها الأخرى وإلا سيكون مصير خريجيها بدون وظيفة تنتظرهم في المستقبل يعني هناك تضخم في الأجهزة المعنية في الإعلام وهناك أيضا شخص عدد الوظائف وهناك تخصصات تحتاجها البلد فإذا لم يكن هناك مجال لهؤلاء الخريجين فالأولى أن يوجهوا إلى أقسام أخرى طيب يعني هناك في فرق كبير بين إغلاق وبين تطوير وش التطوير اللي أنت تبحث عنه في أقسام الجامعات أنا أعتقد أن التطوير أقسام الإعلام حالياً كل الأساتذة الموجودين تقريباً فيها هم من الخريجين القدامى الذين لم يواكبوا النقلة النوعية في الإعلام الجديدة وبالتالي فهم الآن يقومون في عمل خارج التخصص وخارج الخبرة التي يفترض في أستاذ الجامعة في قسم الإعلام أن يتمسع بها العملية النظر إلى أنه والأقسام تكون مكملة فقط لعدد الكليات والأقسام في أي جامعة من الجامعات هذا غير كاف بالنسبة لما أتوقع وأنا في مستقبل الإعلام في المملكة العربية السعودية الإعلام كما تعرف أول ما بدأت من حوالي نصف قرن هو في جامعة الملك السعود الأقسام الموجودة اليوم سواء في جامعة الإيمان جامعة الملك عبد العزيز جامعة الملك فيزة جامعة الملك الغيرها هي مجرد يعني ظاهرة الاكتار من هذا التخصص دون انتظار أو التوقع المستقبلي بالنسبة لما يمكن أن يحصل عليه خريج هذه الأقسام طيب أستاذ خالد بعد إذنك عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام الأمير الدكتور سعد آل سعود طالبك بالاعتذار عن تصريحك ما رأيك هل تعتذر ولا تكمل ما أنت مختنع أنا أعتقد أنا أعتقد لسمو الأمير وأنا أحمله كل محبه تقديره وألتقينا كثيرا وتحدثنا كثيرا أنا أعتقد أنه ليس من حقه أن يطالبني بالاعتذار أنا أعتقد أن الذي يجب أن يعتذر هم أولئك الذين حولوا ردودهم على خالد المالك ووجهة نظرهم إلى يعني أساليب ينأى الإنسان بالرد عليها هؤلاء هم الذين يعتذروا أما وجهة نظري فهي يوخذ بها أو ببعضها أو ترد بالكامل هو مجرد رأي شخصي تحدث فيه من وجهة نظري ولا أزال تمثك فيها وبالتالي الاعتذار غير وارد في هذا الموضوع ولا يسي لهذه الكليات أو قلل من قيمتها بقدر من أبعض وجهة نظر ربما تكون دقيقة صحيحة أو غير ذلك وبالحق الآخرين نرد ولكن بسمو وبموضوعية وباحترام الطرف الآخر ووجهة النظر غالبا يعني من خلال السباين نستطيع أن نحصل على نتائج طيبة وش هي وش هو مستوى الآراء اللي أزعجك في بعض الرجود استاذ خالد إذا توضح اللهي أنا أتقد آراء بالنسبة للناس العاديين ربما تكون مقبولة لكن رسالة الجامعة عندما يتحدث وأنا لا أقصد سمو الأمير عندما يتحدث بلغة غير اللغة وغير المعتعرف عليها وهو يفترض في أن يعلم طلابه أساليب الحوار وأدبيات الحوار هذا هو الذي يزعج الإنسان إذا ما تحدث وقد أزعج لي كبيرا طيب قبل ما تنضم إلي عبر الهاتف ضيفي في الاستوديو الدكتور عبدالله العساف أستاذ الإعلام بجامعة الإمام طبعا هو يعني يختلف معك في إغلاقه وتسمع صوته لكنه أيضا طالب بمطالبة أخرى يقول فيها أنا أطالب بدمج الصحف الورقية الموجودة اليوم بحيث أنه كل ثلاثة وأربع صحف تدمج مع بعض إنقاذا لها وش رايك تتفق ولا تختلف لا لا طبعا هذه وجهة نظر يعني إحنا لازم نحترم أي رأي ينطلق من خلاله بس أنا أقول لك هذا لا يعالج المشكلة الدمج الصحف ببعض لا يعالج المشكلة لأنه نحن نتحدث عن جميع الصحف بلا استثنات وعانية اليوم وأي صحيفة تتعي غير ذلك وهو غير صحيح مسألة الآن أن تكون هناك تفاوض في الصحف في حجم المعاناة هذا موجود ولكن أن تأتي أي صحيفة وتتعي بأن لا تعالي هذه هي المشكلة طيب أستأذنك أستاذ خالد في أنه يداخل معك الدكتور عبدالله إذا سمحت لي بعد إذنك طبعا مسألة خير أبو بشار كيف حالك حالا حبيبي فعلا أنا قلت ربما أنه الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية نحترم الرأي الآخر ونقدره لكن حضرتك ذكرت أنه أساتذة الإعلام ربما منهم كبار في السن أنا أعتقد اليوم الموجودين عندنا في الجامعة في جامعة الإمام وفي كل تعلام والاتصال جلهم إن لم يكن أغلبهم من الشباب ومن الذين الآن هما يديرون أقسام الجرافيكس والإذاعة والتلفزيون وهم اليوم اليوم لهم باع طويل في الإعلام الجديد وفي بناء هذه المنظومة الإعلامية الجديدة إذن اليوم الإعلام لدينا أو تدريس الإعلام متطور وبشكل كبير جدا الرعيل الأول أن كلهم كل الاحترام والتقدير تعلمنا على يديهم رحم الله وميتهم وحيهم أيضا ولكن اليوم الجامعة فتية وشابة وأقسام الإعلام ومخرجات كليات الإعلام اليوم أصبحت عليها الطلب وبشكل كبير جدا نحن اليوم ننزع إلى التطوير وننزع اليوم إلى بناء شراكة استراتيجية مع الصحف ومع غيرها من المؤسسات لتكون فعلا هي المحظن وهي التي تستقبل المخرجات الجامعة اتفضل الأستاذ خالد يعني هذا كلام يا دكتور جميل ومفرح وسعيد أني أسمعه بلغة راقية جدا ولكن نحن نتساءل يعني مخرجات الأقسام الإعلام خلينا نفترض أنها واكبة المرحلة الآن الآن نحن نبحث عن الإعلام خريج الأقسام الإعلام في كل المؤسسات الإعلامية الحكومية والأهلية وين هذا الإعلام وين هو موجود كاتبا ولا صحفيا وإلا إجاريا وإلا في أي صورة من الصور ستجد أنه طال عمرك صدوره جدا ضئيل جدا وعداده محدودة جدا ونحن نتحدث عن نصف قرن من بد هذه الأقسام يفترض أنه الآن هذه الأعداد هي الموجودة هي التي تتسيد الموقف في وسائل الإعلام لكن الإعلام كما تعرف هي مواهب هناك من موهبة في الإلقاء لغته جميلة الكريزم عنده ممتازة يعني هناك من هو كاتب متميز هناك من هو صحفي يعني يستطيع أن يقدم للقار العمل الذي يجذب القار وبالتالي تكون هذه الوسيلة الإعلامية سواء مقروعة أو مشاهدة أو تكون مسموعة هذا وينه هذا الإعلام الذي نبحث عنه الإعلام السعودي اليوم يحتاج إلى كفاءات جديدة وإلى إضافات جديدة من هذه العناصر في ظل الهجمة التي تواجه المملكة والتحديات التي تواجه المملكة والإعلام المعادي الموجود في مختلف طرات العالم هذا الإعلام لا نجده ويأتون من بعض خريجين الأقسام ولا أقول هذا الجام ولا نجد فيهم الكفاءة التي يفترض أن تكون متوفرة فيهم نتيجة التراس الأكاديمية في هذه الجامعة في حين نجد أشخاص آخرين لم يتخصصوا هذا التخصص وبعضهم أيضا لم يكون مؤاهل التاهيل العالي ومع ذلك يقدم عمل إعلامي متبين هذا هو الموضوع الذي نحن نشير إليه لذلك الآن أمامنا باختصار أستاذ خالد إذا سمحت عشان وقت البرنامج إذا ما نستطيع أن نطور هذه الأقسام وإذا ما نستطيع نضمن أيضا رناك مؤسسات تحتاج لخريجي هذا الإعلام أعتقد أنه دعوتي إلى أغلاقها قائمة أستاذ خالد المالك شكرا جزيلا لك وليحضورك معنا في أهلها دكتور عبدالله شكرا جزيلا لك وأسفين أنه أخذنا من وقتك يعني أكثر من اللازم بس أنت كريم وحن نستحق شكرا لكم لكن بستعقيبا بالأخير الإعلامي فعلا الإعلامي يولد ولا يصنع الإعلامي دور المؤسسات الصحفية والإعلامية بشكل عام هي من تكتشفه وتسقله نحن في الجامعات نعطيه المهارات الرئيسة والميدان هو من يسطله وهو من يخرجه إلى المأل الشارع شكرا لك دكتور وليحضورك معنا وبعد الفاصل مكملين معكم اشتركوا في القناة